تحدي بالذات في الوطن العربي عندنا مشكلة كبيرة دائما يتجي حرية ويجي الأمن لا نعرف دائما كل الحكومات خوفتنا من موضوع الأمن أنه إذا نلتوا حرياتكم بالكامل ستفقدون الأمن إذا نلتوا حرياتكم بالكامل ستختارون شيء خطأ وبالتالي ستفقدون الأمن وحنا حرنا فحنا محتارين الآن لأن الأمن أيضا مهم بالنسبة لنا فهو صراحة لو خيرت بين الحرية وبين الأمل بالأمن يعني للأسف أني سأختار الأمن لأن الأمن إذا فقدت الأمن فقدت الحرية والأمن هذا اللي عملت الثورات في الحقيقة وأنا أعتقدني كنت من القليلين جدا لما بدأت الثورات وكنت أكتب المقالات في ذاك الوقت وأتحدث في هذا الموضوع أنه يجمع هذه ليست الطريقة الصحيحة للإصلاح بل هي ستقود إلى كوارث أكثر وهذا في الحقيقة الذي حصل لأن مثل الآن لو أردنا أن نحدث تغيير في سوريا فقدنا الحرية والأمن على الأقل كان فيه أمن لكننا لا حرية ولا أمن إن شاء الله الأمور ترجع أحسن الآن لكن وصلنا إلى مرحلة لا حرية ولا أمن فالناس فقدت حريتها فقدت حريتها لداعش وفقدت أمنها لداعش لكننا في نظام أحسن لكننا في وضع أفضل وهذا بدون ما نتحدث عن بقية الدول نفس الفكرة فلو خيرنا بين القيمتين والمفروض الحقيقة نحن ما نخير يعني المفروض نحن نقول نريد الأمن ونريد الحريات الأصل أن يكون عندنا حريات ويكون عندنا أمن بس إحنا في الوطن العربي دائما مخيرين يا أما تريد الحرية وبالتالي يصير أنت ما أدري شنو مكافح ولا مجاهد ولا مناضل ولا معرف كذا وأما أنك أنت تريد الأمن وتصبح ما أدري شنو خنوع ولا تابع ولا كذا ولا موالي ولا معك ففي دلمة هنا في معضلة في هاتين المسألتين هي المعضلة موجودة بالحياة بشكل عام يعني الشخص الحر هو في الحقيقة هو ياخذ بعض المخاطر بينما الشخص الخواف اللي يمشي تحت الحيط ومعرف كذا هو آمن يعني هو بالنهاية هذا يصك كف هذا يصك هو آمن بالنهاية وهو آمن ما في مشكلة يعني ما يشي بأمانة ما عنده حريات صح بسوء آمن فيذلك الحرية كل حرية لها قيمة أكيد بس أنت يجب أن تعرف متى القيمة هذه تقف إذا كنت ستفقد أمنك بالكامل لا والله ما بالنهاية سأحافظ على الأمن ويعني أتخلى عن الحرية بعض الشيء على الأقل بعض الوقت لكني ما أستطيع أن أفقد الأمن نفس السلام الداخلي الحرية أو السلام الداخلي في ناس عنده الاستعداد أنه يخسر السلام الداخلي من أجل أن ينال الحرية أنا مرة شفت واحد كذا في المحاكم يعني طول الوقت وكذا هو مليناير يعني فطول الوقت وراء بعدين أنا سألت قلت لأنت طيب أنت مو هيش بأمان مو بسلام طيب شا سوي أسكت عن حقي ما أطالب عن كاد أنا بصراحة أسكت عن حقي يعني حقي مو أغلى من أمني حقي مو أغلى من سعاتي حقي مش أغلى من أماني من السلامي الداخلي فبعض الناس ما يعرف يوزنها أبدا أنا لي صديق كان بدأنا مع بعض إحنا كنا خريجين من أمريكا وبدأنا مع بعض هو في دولة خليجية أخرى وأنا في الكويت ومع الأيام الله فتح عليه ووفقه والله كذلك فتح عليه ووفقني فهو مشينا فيه كذا بس هو يعني تقدر تقول مثلا يعني خمسة ضعاف ستة ضعاف فبنى شركات وبنى كذا بعدين اتفق مع شخصية ثانية من دولة ثانية وهذا الشخصية حسب كلامه يعني يعني أزعجتها وخونت فيه وسرقت عليه أموال وكذا فراح بالمحاكم فأنا سألت هذا الشخص صديق لي كم أنت تقدر ثروتك حاليا قال لي 12 مليون دولار تقريبا ثروتك تقدر بـ 12 مليون أنت كم قاعد تناظل من أجل قال لي 2 مليون هو اللي باقهم علي وكذا قلت له ممكن نرجع أنا معاك كذا 20 سنة باك كذا كنا طلبة صغار تقريبا داخلين جامعة وكذا وكنا بذاك الوقت ندرد انت عارف انت عايش على راتب الحكومة وأنا عايش على مساندة الحكومة يعني الراتب اللي وصلنا كطلبة في أمريكا انت من دولتك وأنا من دولتي وهذا حدنا تقريبا لعشانا بس ما كنا نتخيل أنت ما كنت تتخيل يوم من الأيام أن يكون عندك 12 مليون دولار صح؟ قال له طبعا صح قلت له تخيل في ذاك الوقت كأنه لو في ملك جالك وقال لك انت في خلال السنوات القادمة الله مقدر عليك أنك انت بتكسب 12 مليون بس ترى بنخصم منك 2 مليون توافق أو لا توافق طبعا وافق يعني اعتبرها كذا كأنك انت كنت في ذاك الوقت وكأنك حين حتخسر العشرة مليون مش بس العشرة مليون لأنها مش مهمة اللي جاء بعشرة مليون يجيب غيرهم لكن لو خسرت نفسيتك ما تستطيع تعوضها لو خسرت نفسك كيف حتعوضها لذلك نفسك أغلى من أي أموال في الدنيا وهذا كلام موجه لكثير من المشاهدين الآن عندهم مشاكل عندهم مشاكل مالية مع أخوانه ولا مع أمامه ولا مع الحكومة ولا مع جهات أخرى ولا مع شركاء ما تسوي ما تسوي صحتك طبعا هذا هل يعني أن معنانا لا طالب حقك على راحتك لكن ما أطالب عن حقي لدرجة أني أربك نفسيتي وأمني وسلامي الداخلي وصحتي لا لا ما تسوي ما في فلوس في الدنيا كلها تسوي لو أنا تعبان ومنزعج وكيف تعلم شونا أسوي أروح أنام أروح قاعد وكيف وقول والله ما يسوي ولا شي يسوي كلهم ولا البزنس ولا المشن ولا كذا لأنك لا تخسر صحتك ونفسيتك في المقابل فالتحدي ضخم هنا في هذه المسألة أنه هو أنك أنت كيف تستطيع توازن أوكي أنا أريد حريات في اتخاذ القرار وكذا لكن في نفس الوقت ما أريد أن أفقد أماني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر